افتتح وكيل محافظ محافظة حضر موت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي مشروع تجهيز وتوريد أجهزة العناية المركزة بمستشفى القطن العام بتنويل من مؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية وتعرف السعيدي على مكونات المشروع البالغة كلفته 23 ألف دولار ويضم سريرين وفي سياق آخر افتتح الوكيل السعيدي ووكيل محافظة حضر موت لشؤون الصحراء محمد الصعري الخيمة التراثية الحضرمية وتعرف الوكلاء السعيدي والصعري ومدير عام مكتب الثقافة بوادي حضر موت والصحراء أحمد بن دويس إلى شرح حول مكونات الخيمة التي تضم 11 قسما للموروث الشعبي ونماذر للصناعات الحرفية والطب الشعبي والصناعات الخشبية ومقتنيات القديمة إلى جانب جسد الشاي الحضرمي وفي سياق المتصل تمت بسيئون قرعة دوري كرة القدم لأنذية وادي حضر موت بمشاركة 22 ناديا من وادي حضر موت ستلعب البطولة بنظام خروج المغلوب